السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوتي مرحبا بكم دخل الكي فور كما تعلمون الكي فور هو يعني الاشهور الثلاثة الاخيرة من السنة وهذه الاشهور الثلاثة الاخيرة من السنة هي افضل الاشهور في السنة على اطلاق بالنسبة لمن يشتغل على الانترنت سواء طبعا في جميع المجالات لكن نحن سنتحدث عن مجالنا الذي نشتغل فيه المجال البي او دي او الطباع على حسب الطلب هذه الاشهور الثلاثة تكون من يعني يكون فيها المبيعات تتضاعف بشكل كبير بل لا استطيع ان تحقق مبيعات في هذه الثلاثة اشهور اكبر بكثير واكثر من المبيعات التي حققتها في كل اشهور السنة الماضية طيب قبل ان طبعا يحين الوقت انا ان شاء الله ساعدكم اني سوف اتحدث بشكل مستمر سانشر يعني فيديوهات بشكل مستمر اكثر من المعتاد لكي اوجيكم واساعدكم وطبعا انشر معكم تجاربي ونصائح ونصائحي التي استفدت منها خلال عملي على سواء منصة امازون كي دي بي او منصة مش باي امازون طيب اليوم ان شاء الله سوف احدثكم عن كيفية انشاء كتاب انشطة طبعا كتب الانشطة لا احتاج ان تحدث عنها كتب الانشطة هي الكتب الاكثر مبيعا على الاطلاق على امازون كي دي بي اه طبعا اتحدث عن لو كونتنك بوكس لماذا لانها اول الكتب معقدة الانشاء يعني صاحبة الانشاء لا تستطيع ان تنشئها انت يدويا تحتاج لادات وحتى يعني ان كانت لديك اداة سوف تأخذ منك بعض الوقت اما ان تنشئها هكذا فهي يعني شبه مستحيلة ستأخذ منك عمر كله هذا الشيء الاول الشيء الثاني ان المنافسة فيها قليلة لماذا المنافسة فيها قليلة لان انشاءها صعب وتعرفون طبعا دائما ان الاشياء السهلة هي تجذب اكثر المنافسين يعني النوت بوكس مثلا سوف تجد بحر من النوت بوكس في جميع النشاط لانها اسهل شيء الكل يدخل اليها لكن الاكتيفتي بوكس صعبة جدا طيب الكثير من الاخوة طبعا رسلوني عن كتب الانشطة وكيف نقوم بانشائها بشكل يعني اكثر وضوحا وانا كنت تحدث عن طريقة انشائها بادات puzzle generator هذه الادات التي اشتغل بها اشتغل ايضا بموقع بوكبولت الذي فيه ادات puzzle generator لا اتذكر اسمها في ايضا ادات للبوزلز ربما اتحدث عنها في درس مستقبل ان شاء الله لكن هذه الادات التي اعمل بها التي تحدثت عنها سابقا في هذا الفيديو الذي سوف يظهر معكم في الرابط على تحدث عنها بشكل عام والادات صراحة ساعدتني كثيرا وحققت من بفضلها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الادات يعني مجموعة كبيرة من الارباح بحمد الله والشيء الجميل فيها النصائح بها دائما يقوم بعمل update دائما يقوم بعمل update الاخوة الذين يعني اشتركوا في الادات لاحظوا ذلك كل تقريبا كل خمسة عشر يوم وعشرين يوم يوصل لهم update في بتحديد جديد اضافات جديدة فالادات الان تحديد الحالي في اكثر من اثنين وعشرين بوزل يعني تستطيع ان تنشئ اثنين وعشرين اثنين وعشرين بوزل بين السودوكو والميزز الورد سكرامبل وورد سيرش النوريكابي الكثير تيك تاتو والهانجمان الكثير من البوزل كما سناها طيب الان في هذا الفيديو ساقوم بالاختصار قدر الامكان سأوريكم كيف تنشئون كتاب انشطة تجمع فيه مجموعة من الانشطة بشكل يعني جيد حتى تخرج بكتاب متكامل اكتيفيتي بوك ثم توجهه على حسب النيش سواء للاطفال سواء للأدولز على حسب النيش اه طبعا دون اطلع عليكم قبل ان ادخل فقط للدرس ارد فقط ان اشير الى ان هناك عرض كما ترون على الشاشة عرض يعني اه يعني حصري وطبعا مؤقت على هذه البندل لمن اراد ان يأخذ هذه البندل انا انصح بها بشدة بندل خاصة بالفونس يعني الخطوط الاحترافية الرائعة على كريتيفابيكا العرض مستمر لمدة شهر البندل فيها اكثر من اربعمائة وستين خط احترافي ورائع جدا تستطيع ان تستغلها للعمل لانشاء كتبك وانشاء تصاميم التشيرتات الخاصة بك طبعا البندل فيها اربعمائة وستين خط احترافي وستأتيك بالفول كميرشيال ليسنس فول لايف كميرشيال ليسنس يعني تستطيع ان تستعملها مدى الحياة فيها كميرشيال ليسنس يعني استعمال تجاري لاشكال طبعا البندل فيها كما ترون معي فونس كثيرة جدا رائعة احترافية كل فونس وحده يساوي اكثر بكثير من البندل البندل بعشر دولار وهو ثمان رائع جدا انا البندل اشتريتها كنت اشتريتها لاني كنت احددت عنها لان صاحب البندل اعاد قام بالعرض مجددا كما ترون معي سوف اريكم البندل عندي في الحاسوب حتى تعرفه طبعا كما قلت لكم انا دائما اذا لا اوصيكم بشيء الا اذا جربته شخصيا كما ترون معي هنا عندي البندل ها هي ميجا فونس بندل قمت بتحميلها على الحاسوب وفيها الخطوط ثلاث ملفات كل هذه الخطوط هنا في مئة وثلاثة عشرين فولدر كلها هنا الملف الثاني في مئة وستة وعشرين وهنا في الملف الثالث في اكثر من مئة وثلاثة عشر مجموعة تقريبا كما في البندل اربعمائة وستين فونس طبعا انا لا استطيع ان اعطيكم هذا الفونس مجاني ليس لاني لا اريد بل ليس عندي اي اشكال لكن لسببان السبب الاول وهو ان الفونس هذه البندل اتت باسمي وفيها اللايسنس باسمي يعني انا اذا اشتغلت بها على امازون كيندل او ميرش باي امازون او اي موقع لن يكون عندي اي اشكال ولن اقع في اي مأزق وسوف ادلي بيعني الكميرشال ليسنس اما انت اذا اعطيتها لك واشتغلت بها وتمت مرسلتك من فريق الدعم امازون او فريق يعني المراجعة وطلبوا منك اللايسنس فاين سوف تجد اللايسنس وسوف تسبب لنفسك في مشاكل وصدقوني الفونس من اخطر الاشياء التي تؤدي لاغلاق الحسابات لان الفونس يسهل عن طريق الالغوريثم الخوارزميات اكتشاف الفونس المسروقة والفونس الغير يعني مرخصة فانتبهوا وحذاري جدا استعملوا الخطوط المجانية او الخطوط التي تشترونها انتم مع الفول كاميرشال ليسنس كما في الموقع هذا هو السبب الاول والسبب الثاني طبعا لان هذه الشروط الموقع تمنعني من ان اعيد بيع او ان اعطي هذه الفونس فالتزيم اخلاقيا بهذا الامر وكما قلت لكم عشرة دولار ليست شيئا استثمر بها في نفسك عشرة دولار تشتري هذا البندل وتقوم بالشغل بها طول حياتك سواء كنت مصمم سواء كنت تشتغل على امازون سواء كنت تعمل اي شيء طيب دون ان اطيل في المقدمة سوف ان امر مباشرة طبعا ستجدون رابط البندل مباشرة في يعني في الوصف ادخلوا اليه واشتروها طبعا العرب 30 يوم لا الازاساري لكن اشتروها واستغلوها من اجل تصميم كتبكم وتيشرتاتكم استعدادا لالكي فور دون ان اطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله اذا اخواني اخواتي سوف نقوم بانشاء اكتيفتي بوك متكامل من الان ابتداء من الان طيب اول ما سنقوم به اخواني اخواتي هو ستأتي وتقوم بانشاء ملف باربون جديد تضغط على اليمين new وتختار ماكروشوفت باربون تسميه اكتيفتي بوك كما فعلت انا هنا طيب تفتح سيظهر معك فارغ سيظهر معك فارغ كما هنا الان تضغط على هذه الفراغ ثم يظهر لك اول سلايد اول شيء يجب ان تقوم بها اول شيء اول شيء وهو مهم جدا ان تقوم بحذف هذين المربعين الخاصين بالنص اذا لم تقوم بحذفهما فان البوزل لن تشتغل طبعا سوف اقوم بحذفها اما ان 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 اقوم بعمل سليكت وحذفها او قوم فقط بالضغط على كنترول اي ثم الان صارت عندي صفحة فارغة الان البوزل سوف تعمل طبعا لا احتاج ان اريكم كيف تقوم بعمل تثبيت البوزل اذا اخذت البوزل سوف يكون معها فيديو يشرح لك كيفية تثبيت وانا تحدثت على البوزل في الفيديوهات السابقة وساضع رابط البوزل ايضا في الوصف الوصف تاني شيء سوف تقوم بعمله هو ان تذهب الى ديزاين او تصميم ان كان البوربونت عندك بالعربية ديزاين او تصميم وتختار سلايد سايز ثم تختار كاستم سلايد سايز وتختار حجم الكتاب يعني المقاسات دائما كتب الانشطة اشتغل بمقاسات تمانية فاصلة خمسة على احدى عشر انش تمانية فاصلة خمسة في الوذيت يعني في العرض على احدى عشر انش في الطول طيب وهنا احرص على ان تكون السلايد بورتريت وليس لاندسكيب يعني تكون عارضة وليس مقلوبة ثم تضغط على اوكي ثم تضغط على انشور فيت لكي تتأكد من ان الصفحة ستظهر بشكل كامل لكي ترى التصميم كامل طيب الان الخطوة تاني الاوليتان انتهينا منهما ممخطوطا ضروريتين اولا اه انشاء صفحة فارغة تماما تانيا تحديد المقاس الذي تريد الخطوة الطالية يجب ان تحدد دوع البوزلز التي سوف تقوم بانشائها انا دائما اتي لهذه السبريدشيت الصغيرة عندما اقوم بانشاء كتب كتب البوزلز الخاصة بي اه واقوم بوضع البوزلز التي سوف انشئها فاكتب هنا مثلا كما ترون معي سودوكو ميزز وورد سكرامبل وورد سيرج والنيوريكابي طبعا سوف ننشئ على سبيل التجربة هذه البوزلز الخمسة في الكتاب الواحد السودوكو والميزز والورد سكرامبل والنيوريكابي سوف أوريكم بشكل سريع كيف تقوم بانشائها ويعني سأبسط ما امكان والباقي طبعا سيكون عليكم طيب اه بعد ذلك سأقوم بترك الصفحة الاولى سأقوم بعمل كوبي لهذه الصفحة كوبي او كنترول سي من الويندوز ثم في لان الصفحة الاولى سأتركها لكتابة this book belongs to او عنوال الكتاب او غير ذلك مثهون عنوال الكتاب عموما وهنا سأكتب الابل فيهرس ثم الصفحة التالية سوف تكون اول مهتدأ للكتاب الخاص بنا طيب الان تهين من الشكلية نذهب الى هوم إذا قمت بتثبيت البوزل سوف تأتي لبوزل جينيريتر سوف تظهر معك هنا بوزل جينيريتر ستضغط عليها ثم تأتي للبوزلز هنا تلاحظ يمكنك أن تنشئ جميع هذه البوزلز بضغطة زر كما سنرى طيب أنا عندي السودوكو طبعا سأحدد عدد الذي أريد لكي أقوم بجمع مثلا السودوكو عندي عشر صفحات زائد عشر صفحات تنشئ تلقائيا للحل سوف نرى ذلك بمعنى أنت إذا أنشأت عشر صفحات للسودوكو ستكون لديك في المجموع في الكتاب عشرين صفحة الميزز أو المتاهات عشر صفحات أيضا أنا مثلا اخترت عشر صفحات أنت يمكن تختار أي شيء تريد وبالتالي في المجموع ستكون لديك عشرين صفحات ميزز لأنه عندك الصفحة البوزل ثم الحل وبالتالي عندنا إلى الآن أربعين صفحة ثم هكذا فأحسب إلى أن أعرف مثلا أنا عندي سأحدد أريد مئة صفحة كتاب من مئة صفحة سوف أحاول أن أحدد هذه الأعداد حتى أتي بمئة صفحة فهذه الحسابات راجعة إليكم بشكل كامل طيب أول شيء سأبدأ مثلا بالسودوكو طبعا سأتي إلى هنا طب قبل أن أبدأ بالسودوكو سأتي إلى النص مثلا مثلا نص هنا وسأدرج نص ثم سأكتب فيه مثلا سودوكو سأقوم بالتعديل النص سأختار نص جيد أوزولد مثلا وبالمناسبة هذا النص أوزولد أحبه كثيرا وهو من النصو سهل مدرجة داخل الحزمة التي شاركت معكم في المقدمة تلاحظون هو نص رائع احترافي جميل أنا أشتغل به فيه عنوين كتب كتبي كل تقريبا 90% أمينة أشتغل فيها بهذه العنوان طيب سودوكو بوزل ثم أتي كوبي صفحة فارغة جديدة يمكن أن نذهب لبوزل هنا وأضغط أضيف صفحة جديدة توجد يوجد مكان لإضافة صفحة جديدة لا أذكر أين هو طيب لا إشكال صفحة جديدة طيب لآن إذن سودوكو بوزل عنوان أول بوزل عندنا نذهب إلى البوزل جينيريتور نختار بوزل ثم أختار أبحث عن السودوكو أين هي السودوكو ها هي السودوكو طيب سودوكو أضغط يقول لي هل تريد أن نضيف يعني كيفية اللعب أقول له طيب إذا أردت سنضيفها لإشكال هنا مجموعة من الأمور التي يجب أن تحددها لن نختار كل شيء فقط هنا لن نبتل شيء نختار الليفل يعني درجة الصعوبة فلنقول أننا نقوم بإنشاء بوزل أكتيفيت أوكتيفيت بوك للأطفال إذن سأختار طبعا إذا أردت للكيدز يعني للأطفال الصغار جدا يمكن أن تختار البوزل السهلة جدا التي فيها أربع مربعات فقط يعني فور فور أو سيكس سيكس لأن البوزل العادية للسدوكو فيها تسعة تسعة ناين ناين إذا أردت أن تشتغل بشكل أفضل نوع يعني اختار مثلا ثلاث صفحات فيها أربعة أربعة ثم تدرج واختار ثلاث صفحات فيها ثلاثة ستة ستة ثم اختار صفحتين الأخيرتين فيهما مثلا تسعة تسعة أنا أريك فقط ماذا ستفعل سأختار أنا فقط من أجل تسهيل المثال سأختار ثم سأختار كم تريد من صفحة نحن قلنا عشرة فسأختار عشرة ثم هنا المارجن قبل المارجن كم تريد من بوزل في الصفحة سأقول لو أريد أربعة سيعطيك أربعة لكي تكون على البوزل كثيرة وبالتالي سيكون هذا تكتبه في وفي يعني في الوصف وسيكون حافز أكثر هنا لا أغير أي شيء ثم هنا المارجن أختار دائما المانجر يكون المارجن هو الهامش يكون كبير عفوا المارجن يكون يعني كبير شيئا ما لكي لا أقع في مشكلة يعني البليد في الرفع سأنا أختاره صفر سبعة دائما أختاره صفر سبعة ثم أضغط على أوكي وانتظر تلاحظون البوزل سوف تقوم يعني بالإنشاء تلقائيا وستنشأ معها الحلول أيضا طبعا سرعة الإنشاء البوزل الراجعة لسرعة الحاسوب لديك والبروسيسر والمعالج قد يأخذ معك بعد الوقت إذن إخواني أخوات تلاحظون بعدما تم الانتهاء يقول لك تضغط على أوكي هنا أعطاني يعني التي قلنا سأقوم بتصغير هذه لا أحتاج أن تكون في صفحة وحدة لأنها تحتاج أن تختصر على نفسك لكي تكون الصفحات أقل وكلما كانت الصفحات يعني استغلت الصفحات وكانت قليلة طبعا تكلف الطبع تكون أقل وبالتالي تكون التي ستكسبها أكثر أكبر سأقوم بتصغيره ثم أنزله هنا للأسفل وأقوم بأخذ هذا البوزل أقوم بعمل فتكون عندي هنا صفحة واحدة يكون يعني الصدوكو وشرحوها إذن سأحدث هذه الصحالة لا أودها بعد الآن طيب ثم تلاحظون هذه هي البوزلز هذه هي بوزلز الصدوكو إذا كبرناها كما تلاحظون معي بشكل واضح لا إشكال فيها سأعود للفت أوكي عندي عصر صفحات من الصدوكو كما ترى بالمناسبة تستطيع أن تغير أيضا العنوان الذي يظهر هنا عوض غريد وان أو غريد تو تستطيع أن تغيره إلى الصدوكو أو البوزل أو أي شيء تريد هنا كلها البوزلز ثم هنا أعطاني الحلول طبعا قبل أن يعني الحلول يفضل أن تضع نيو سلايد هنا تحذف دائما النص لكي تعرف أن تفرق بين البوزلز والحلول ثم تأتي أخذ نص ما ثم أكتب فيه سوليوشنز أكتب فيه سوليوشنز يعني الحلول سوليوشنز هنا لكي أفرق بين الحلول وبين البوزلز مسألة تنظيمية فقط لا غير الآن إذن انتهيت من بوزل الصدوكو بعدها مباشرة صفحة جديدة نيو سلايد تذكر دائما سيلكت وإحذف كل مربعات النص البوزل الثاني التي أريد أن أنشئها مثلا هي بوزل الميزز أو المتاهات سأبحث عن الميزز أين هي الميزز 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 هي هنا طيب جميل أختار الميزز أيضا نفس الشيء ثم سأغير بعض الأمور الحقيقة هنا تستطيع أن تكتب أي شيء إذا كنت تنشئ مثلا كتاب بلغة فرنسية كنت تكتب لابيغانت آآ أو بلغة أخرى كتب بلغة أخرى لا يهم هنا الميزز ايزي ما أو أي أو هارد أو فيري هارد أو إنسين نحن نختار عندنا كتاب للأطفال سأختار فيري ايزي أو كما قلت لكم نوعوا في الثلاث ميزز الأولى يختار إيزي ثم بعدها إيزي وعدها ممكن أن تضيف أنترميديت طيب نختار فيري ايزي نحن لأنها للأطفال لا يشكل هنا الباث كولور يختار اللون الرمادي يعني لون الحل ستارت كولور ليكون لون الأسود لأنه ننشئ الألوان طبعا عفوا باللون الرمادي هنا ستارت كولور يكون باللون الأسود والإند كولور نفسه باللون الأسود أيضا لأنه ننشئ كتب غير ملونة دائما المارجن كما قلت لكم صفر فاصلة سبعة لكي يكون أكبر ثم أضغط على أوكي وأنتظر بنفس الطريقة ستقوم أو سيقوم بإنشاء البازل طبعا عفوا سأقوم بالرجوع لأنني لم أختار عدد الميزز لم أختار عدد الميزز سأختار عدد الميزز التي أريد طيب سبعة أنا أريد عشرة عشرة أيضا ثم أضغط أوكي إذن كما ترون معي أيضا قام بإنشاء الميزز سأقوم بصغير هذا الـ how to play بنفس الطريقة سأقوم بصغير النص مجددا وأقوم بأخذ هذا النص paste هنا وأكتب ميزز ميزز أضعها هنا ثم explanation ويفضل أن تضع صورة هنا لطيفة صورة يعني صورة من أجله لأن الكتاب للأطفال طبعا لن تطرق لموضوع تزيين كتابك بالصور ويعني يعني أي شيء تجده يمكن أن تزين بكتابك لإطارة أي شيء يفضل أن تفعل ذلك طيب الميزز عندي هنا طبعا أنشأ لي هذه هذه الميزز جاءت أسفل الصدوك سأخذ الميزز طبعا جاءت في أسفل الحلول أنا سأخذ كل هذه الميزز سأقوم بعمل copy لها وأخذها إلى قبل وبعد آخر إذا الميزز هاي كما ترون معي تلاحظون يعني ميزز جيدة مع حلولها في إذا ذهبت لآخر سوف تجدون الحلول طبعا هذا شكل من أشكال إذا أردت أن تختار شكل آخر على سبيل المثال فقط لكي نوضح إذا أردت أن تختار شكل آخر للميزز وأنا أفضل للشكل الآخر في الحقيقة لا أفضل هذا الشكل سوف تختار أين هو اختار عوض اختار سأختار صفحة واحدة فقط لكي ترى والمثال أضغط ثم تلاحظون الفرق معي سيكون عوض يعني سأحذف هذه لأنها لعندي أصلا إذن تكون هكذا على هذا الشكل تكون على هذا الشكل وحلها يكون على هذا الشكل فأنت اختار أي شيء تريد اختار هذا راجع لك طيب اخترت السودوكو اخترت الآن الميزز بنفس الطريقة سأختار الأمور الأخرى طبعا بقيت للوردس سكرامبل والوردس سورش لن أختار عشر صفحات سأقول لكم فقط كيف تقومون بإنشاء الوردس سكرامبل والوردس سورش بسرعة مع أني تترقت لكيفية إنشاء الوردس والوردس الوردس سورش خصوصا بالتفصيل باستعمال هذه الأدات في الفيديو الذي سيظهر معكم في الرابط طيب هنا سأذهب ل طبعا نحن في السوليوشنز سأذهب مجددا للميزز كما هنا طيب صفحة جديدة سأكتب فيها سأكتب فيها وورد وورد سورش بما أنني أقوم بإنشاء الوردس سورش بازلز طيب سأحذف هذا ثم صفحة جديدة وراءها مباشرتين طبعا سأاخذها لأن الأهدية خاصة بالميزز بعد الميزز مباشرة بعد الميزز مباشرة أقوم بالسقها هنا بعد الميزز مباشرة تأتي الوردس طيب الوردس سأذهب طبعا أول شيء لإنشاء الوردس طبعا لن تذهب إلى البوزلز مباشرة يجبه أولا أن تذهب إلى ملف الاو الاكسل الذي يأتيك مع البوزل يأتيك ملف كل يسمه بي بي ب بزل جنراي تر إكس بور سوف تقوم بفتحه. وكما تلاحظون سيظهر لك هنا اه اه انابل ماكرو اضغط اوكي اوكي. ثم تلاحظ في الاسفل هنا هذه اله يمكن ان تنشئها باستعمال هذا الملف وارد سيرش كروس وورد كريبتو جرام وارد سكرامبل واخرى. طبعا انا عندي الورد سيرش. طبعا قمت بانشاء تجربانا قد سانشئ فقط صفحتين الورد سيرش وسأوريكم فتقومون بعملها. طيب هنا تختار الكلمات وهنا تختار العنوان. هذه الهذا الكولن في الوسط غير مهم لان اذا اردت ان تنشئ وورد سيرش بالاسئلة. هذا نوع اخر من الورد سيرش. لن نتترقى اليه الان. لكن سوف نشئ وورد سيرش عادي بحث على الكلمات عادية. على حسب التيم. انا اخترت تيمين لاني سانشئ صفحتين. كل صفحة ستكون فيها عشرة كلمات. الصفحة الاولى خاصة بالانيمالز. ساكتب هنا انيمالز. ثم ساكتب عشرة كلمات للانيمالز. اريد عشرة كلمات. لابد ان تكتب عشر كلمات. تلاحظون من اثنين الى احدى عشر. عشر كلمات. لاين كات. دوغ. لاما. باب. بيج. تايجر. اليفن. تورتل. شارك. عندما سوف تقوم بالبحث على هذه الاسماء. شرحت كيف تقومون بانشاء الورد سيرش بالتفصيل في الفيديو السابق الذي قلت لكم عن فيديو انشاء الورد سيرش عن طريق طيب. في الصفحة التانية ستكون خاصة بال او البلدان. تلاحظون من صفحة اثناء عشر الى الصفحة واحد وعشرين. كندا مروكو ايجيب سباين. اذا حسبتها ستجدها عشر كلمات. وهكذا. اذا اردت ان تقوم بعشر صفحات تأتي مثلا للصفحة الثالثة. تريد ان تحدث عن لست ادري عن تكتب ثم تأتي بعشر كلمات للسكول. وهكذا حتى يعني تقوم بعمل تكتمل. بعدها الخطوة المهمة تأتي الى الصفحة ثم تقوم بعمل ثم اوكي لان تم يعني عمل للملف ثم تأتي حين اذن الى البازل تضغط للبازل وتضغط على ثم تضغط على اشكال ثم اذا اردت اثنتين في الصفحة سيعطيك اثنتين اذا اردت واحدة واحدة انا ساقوم بعمل واحدة فقط ثم اضغط اوكي ثم هنا تقريبا لا اغير اي شيء هنا الا الهامش سفر فاصل سبعة هنا في في الحل هل تريد ان يريك الحلول فقط ام ساقول له اه هاي لايت رايت سيلز هاي لايت رايت سيلز طيب ساقوم او في الحقيقة احسن يعني سيقوم بعمل على الحل ثم سأختار اه يعني خط الخط يقول اللون الاحمر انا ساختار الاسود اريد الاسود سيكون بالاسود هو اختاره بالاحمر طيب تحتاج ان تختارها في طيب لا اشكال طيب بعد ان انتهيت الان سوف اضغط على عادي اضغط على اوكي ثم كمبليتد طيب قبل ان اذهب لي اي شيء ساخد هذه الحلول او الحل المكتوب ساقوم بتصغيره قليلا ثم اخده الى صفحة الورد شرش هكذا ثم اقوم بحث هذه الصفحة ثم ساذهب للاسفل لانه دائما نشئ لي في الاسفل ها هي الورد سيرش مع الحلول ساقوم باخذها عفوا ساقوم باخذ الورد سيرش فقط ليس الحلول ساقوم باخذ الورد سيرش انا انشأت صفحتين فقط كما قلت لكم ثم ساخذها مباشرة بعد صفحة الورد سيرش ها هي هنا تلاحظون هذه الصفحة الاولى بالانيموز وهذه الصفحة الاولى للكونتريز واذا ذهبنا للاسفل سوف نجد الحلول هذه الحلول للانيموز والحلول للكونتريز بكل بساطة هكذا يمكن ان تنشئ الورد سيرش انا طبعا كما قلت الكتاب طبعا اذا استمررت في الفيديو سيطول جدا في جميع البازلز لكن كما تلاحظون بهذه الطريقة تنشئ اي شيء الورد سكرامبل ايضا قمت باعدادها الورد سكرامبل هي الكلمات المختلطة يعطيك جدول فيه كلمات مختلطة بمرتبة بشكل عشوائي والشخص يحتاج ان يعثر على الكلمة الصحيحة ويكتبها بشكل صحيح نفس الشيء اخترت هنا عشر كلمات خاصة بالانيموز وعشر كلمات خاصة بالسيتيز فلننظر مثلا دائما نذهب ونقوم بعمل سبت فلنقوم بعمل مثال لا اشكال طيب اخذ ورد سيرش عوض الورد سيرش سأخذ سأسميها سكرامبل سأحذف هذا لانه خاص بالورد سيرش بعد ذلك نفس الطريقة صفحة جديدة ثم اذهب للباسل جنوريتر وابحث عن الورد سكرامبل وورد سكرامبل وورد سكرامبل اين هي اين هي اين هي اهل تريد يعني اه جدول في صفحة واحدة جدول ساختار جدول واحد فقط ثم صفر فاصل سبعة في الهامش اضغط على اوكي ثم سوف تقوم بيعني الانشاء بشكل يعني اه بشكل كامل وبشكل يعني مستقل طيب اخذ ال how to play مجددا بنفس الطريقة سأقوم بتصغير النص اخذه الى هنا ثم اقوم بحذف الصفحة الفارغة ادى بالاسفل سوف اجد الورد سكرامبل الخاصة بي كما ترون صفحتان صفحة فيها الكلمة مرتبة بسكل عشوائي هذه هذه خاصة بالانيمالز وهذه خاصة بالستيز وهنا الحل تلاحظون الكلمة الاولى هي لاين الكلمة التانية هي الثالثة هي ونفس الشيء الكلمة الاولى هنا هي هنا الى اخره سأترك الحلول سأخذ الصفحتين الخاصتين بالبوزل واخذوها مباشرة بعد صفحة وضعوها هنا وبنفس الطريقة انشئ البوزلز الاخرى البوزلز الاخيرة التي اردت انشاءها هي سننشئ لاشكال هي لعبة مثل مشهورة ايضا سهلة الانشاء تضغط على اضغط على اضغط على اريد مثلا ستة ستة عباد الصفحات سأقوم بانشاء صفحتين فقط من اجل ان ابسط الامور هنا دائما المارجن صفر فاصلة سبعة ثم اضغط اوكي اذا ننتظر قليلا ثم اوكي جيد الان عندي لا ادري لماذا انشئت هنا بسبب لا ادري لماذا انشئت هنا ساقوم بحذفها لا اشكال طيب ساقوم باخذ هذه اذا هنا ساقوم بتصغير النص عفوا لم اصغير النص كله اضغط هنا واقوم بتصغير النص بنفس الطريقة التي يعني قمت بعمل التي قمت بانشاء التي انشأت بها يعني السابقة ثم اقوم اذهب للاسفل واحضر صفحات ساحذف هذه لا ادري لماذا الكلمة طبعت هنا لست احذري لماذا طبعا هذه الحلول هذه الحلول اين هي هي هنا طيب هاي هاي وهي الحلول الخاصة بالنور اذا هكذا الان انشأت كتاب في ستين صفحة ستين صفحة فقط لأريكم المثال يمكن ان تنشئوا كتاب من اي صفحات من اي عدد تريدون هذا كله راجع لكم تتحكمون فيه كما شئتم اذا هذا بكل وساطة ما تحتاجون الي طبعا كما قلت لكم يفضل دائما ان تزينوا يعني الكتاب ببعض الصور خدوا الصور مثلا من قبيل يعني اذا كنا نتحدث مثلا في الورد سيرش مثلا عن الحيوانات هنا أنا سأخذ مثلا بعض الصور الحيوانات التي قمت بتحملها في احد المواقع سأضعها هنا بشكل بسيط سأقوم بتصغيرها اضعها هنا في الاسفل طبعا سأصغيرها لا اخرج على الهاميش اضع مثلا صورة هذا الكلب هنا هنا اضع صورة حيوان اخر يعني زينوا كتابكم ان كان للاطفال خصوصا يعني هذا يجعل الزبون يشتري ويعطيك تقييم عالي اكبر وطبعا الشيء الاخير هو ان تضيفوا الفيهري ستلاحظون الان عندي اربعة من البازلز عندي الصدوكو بازلز هي الاولى ثم تليها الميزز او المتاهات ثم تليها الورد سيرش ثم تليها الورد سكرامبل ثم تليها النوريكابي ثم تليها النوريكابي بعد ذلك تأتي النوريكابي اين هي هي هنا طيب ممتاز بعد ذلك ستأتي صفحة كنت انشأتها ولا ادري اين ذهبت قمت بحذفها هناك سأقوم بحذف هذه وسأكتب solutions فرق بين البازلز وبين solutions لكي يكون الامر والي ولكي تسهل الامر على الزبون لا بد ان تذهب للصفحة هذه صفحة التانية انا دائما اخصصها لعفو سأخذ هذا النص اخذ الصفحة الاولى واقوم بعمل content او table of content او اكتب ما شئت ثم اكتب البازلز مع الصفحات اكتب البازلز مع الصفحات هنا قضية سوف اضيف عدد الصفحات طبعا سأذهب لي ال design ليس design اضن 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 insert نعم insert ثم header and footer ثم اختار slide number ثم اضغط apply to all فسيظهر مع عدد الصفحات هناك ما رأيتم في جميع الصفحات لا تقوم بانشاء عدد باضافة الصفحات في اول الملف فنا لا اقوم بانشاء في اول ملف لانتذكر ما قلت لك يجب ان تكون صفحة فارغة ليس فيها اي شي اذا كان فيها حتى رقم الصفحة لن تشتغل معك البازل طيب اضن ان ارجو ان تكون هذه النقطة واضحة ثم اكتب مثلا اكتب sudoku هي اول يعني اول اول ما قلت بانشائه بعدها اضن اه اضن الورد search ليس كذلك الورد search الميزز عفوا الميزز ثم الورد search ثم الورد scrambl طيب الميزز ثم اقوم بيعني ترتيبها اذا كما ترون معايا اشياء طبعا قمت بكتابة table of content سهل بيعني بصفحاته لكي تسهل الامر على المشتري اه طبعا تضع كل بازل بمكانها هنا sudoku بازل تذهب وتنظر صفحة ثالثة فتقوم بعمل هنا الميزز توجد في الصفحة الرابعة عشر هنا ورد search خمسة وعشرين وهكذا ثم ايضا تضيف انا نسيت لم اضيف اضيف ايضا او صفحة يعني الحلول وتضيف ايضا رقم الصفحة الخاصة بها اذا هذا كل ما يتعلق بانشاء كتاب انشطة كما ترى معي سهل جدا يأخذ وقت ليس يعني طويلا بفضل هذه الادات وكما قلت لك لا تستطيع بغير الادات ان تنشئ كتب تبقى لك الخطوة الاخيرة هو ان تقوم بحفظ الميلاف بصيغات بكل وسط تذهب الى ثم تذهب الى ثم تقوم بحفظه يعني ليس عفوا ثم تقوم بعمل ثم تقوم بحفظ الميلاف الخاص بك على شكل ثم تضغط على ويقوم بالحفظ لن اقوم بذلك يعني هو ملف فقط تجريبي اذا هذا كل ما في الامر اخواني اخواتي ارجو ان لكم قد قطلت عليكم وقد قطلت فعلا لك الفيديو يحتاج مني الى تفصيل لان الاخوار رسالين وقالوني يجبوا ان تشرح لنا كيف نقوم كيف نقوم باستعمال الادات يعني وكيف نقوم بانشاء وغيرها فارجو ان لكم قد وضحت هذا الامر وان شاء الله انتظروا في الدرس المقبل ان شاء الله سأتحدث لكم عن الكيفور وعن كيف اقوم بالتجهيز للكيفور كل شيء كل شيء عن الكيفور سيكون مفصل جدا كيف اختار النيشات كيف اقوم بعمل للكيفور ما هي النيشات التي اشتغل فيها وكيف اختار او اقوم بالحمالة الاعلانية وكل شيء ان شاء الله شكرا لكم على متابعتكم اخواني اخواتي والى درس مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته